اشتركوا في القناة متابعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقاؤنا مع الحلقة السابعة من سلسلة فوائد نحوية وفيها نتعرف على ما يلي الاختيار الصحيح إذا حزفنا إن من جملة إن ذا الرجل محترم هل ذا الرجل محترم أم ذا الرجل محترم أم ذا الرجل محترم أم ذا الرجل محترم وفيها نتعرف على إعراب جملة وكل ما هو آت آت في قول خطيب العرب أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت وفيها نتعرف على نوع خبر الفعل الناسخ يكن وإعراب خالصا ونوع الفاء في فكل وإعراب كلمة خراب في بيت الشاعر إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب وفيها أيضا نتعرف على إعراب كلمة المعلم والمحل الإعرابي للجملتين الفعليتين الواقعتين بعده في قولنا جعل المعلم الطلاب يحبون النحو وجعل المعلم يحبب إلى الطلاب النحو وفيها نتعرف أيضا على إعراب الفعل لا أعمل ونوع اللام وإعراب كلمة أزهار في هذا البيت الشعري إني لأعمل للسلام ولغرس أزهار الوئام ونتعرف أيضا على إعراب كلمة كذاب وكلمة ساعن ونوع الباء في الجملتين ونوع خبر ليس في الجملتين ليس المؤمن بكذاب ليس المؤمن بساعن في الشر وماذا يحدث إذا حذفنا حرف الباء إن ذا الرجل محترم إذا حذفنا إن تصبح الجملة ذو الرجل محترم ذا الرجل محترم ذي الرجل محترم ذو الرجل محترم معلوم أن الحروف الناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب الإسم وترفع الخبر إذن الخبر مرفوع في الحالتين فبالتالي لا تأثير فيه التأثير في الإسم نعرب ذا هل هنا ذا من الأسماء الخمسة هل هي بمعنى صاحب الإجابة لا إذن ذا هنا اسم إشارة وأسماء الإشارة مبنية ومعلوم أن الإسم المبني لا يتغير شكله مهما تغير موقعه من الإعراب إذن ستظل الجملة ذا الرجل محترم ذا هنا مع إن اسم إشارة مبني في محل نصب اسم إن أما هنا فذا اسم إشارة مبني على السكون في الحالتين طبعا في محل هنا في محل رفع مبتدأ والرجل بدل مرفوع وهنا كانت بدل منصوب ومحترم خبر لإن في الجملة الأصلية وهنا خبر للمبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة إذن لن يحدث تغيير شكلي لكن سيحدث تغيير في المحل الإعرابي أيها الناس اسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت ما إعراب جملة وكل ما هو آت آت ولكن قبل أن نعربها نعرب اسمعوا ووعوا لأن كثير من الطلاب يخطئون فيها اسمعوا فعل أمر مبني على حذف النون وليس على الضم لو كان ماضي كان يبقى مبني على الضم لو سمعوا ووعوا لكن هنا اسمعوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل ونفس الكلام في عو فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة في محل رفع فاعل نأتي إلى جملتنا كل ما هو آت آت كل مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ آت خبر لهذا المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم المقدرة على الياء المحذوفة آت الثانية ليست توكيد لفظي وإنما هي خبر للمبتدأ الأول كل وكل ما هو آت ماله آت إذن كلتا هما خبر آت الأولى خبر لهو وآت الثانية خبر لكل وجملة وآت جملة صلة الموصول لمحل لها من الإعراب عزيز المتابع لا تنسى التفاعل ليكون لك نصيب في نشر الخير إذا لم يكن لله فعلك خالصا فكل بناء قد بنيت خراب ما نوع خبر يكن هنا هل هو مفرد أم جملة أم شبه جملة قد يقول البعض أنه شبه جملة لله يكن لله فعلك لكن الحقيقة أن الخبر مفرد وهو كلمة خالصا اسم يكن فعلك إذا لم يكن فعلك خالصا لمين لله إذن لله شبه جملة متعلق باسم الفاعل خالصا والتقدير إذا لم يكن فعلك خالصا لله وانتبه معي إلى هذه الملحوظة إذا قلت المعلم في الفصل فخبر المبتدأ هنا شبه الجملة في الفصل أما إذا قلت المعلم في الفصل واقف فواقف هو الخبر مفرد والتقدير المعلم واقف في الفصل ما نوع الفا في فكل بناء فا الجزاء الواقعة في جواب الشرط ما المحل الإعرابي لجملة فكل بناء قد بنيت لا محل لها من الإعراب رغم اقترانها بالفا لأن أداة الشرط غير جازمة ما إعراب كلمة خراب إعرابها خبر للمبتدأ كل فكل بناء قد بنيته مال خراب إذن خراب خبر لكلمة كل جعل المعلم الطلاب يحبون النحوه جعل المعلم يحبب إلى الطلاب النحوه ما إعراب كلمة المعلم ربما يعربها بعض الطلاب اسم جعل في الحالتين لوجود فعل مضارع في الجملتين لكن الأمر ليس كذلك جاء المعلم الأولى تعرف فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة رغم وجود فعل مضارع يحبون لماذا لأن الفعل جعل هنا ليس فعل شروع وإنما فعل تحويل وبالتالي هو فعل تام من الأفعال التي تنصب مفعولين المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الطلاب مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة وجملة يحبون النحو في محل نصب مفعول به ثاني وقد يسأل طالب وهل يأتي المفعول به جملة في غير جملة مقول القول أقول له نعم جملة يحبون النحو مفعول به ثاني وجعل ينصم مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر وكما أن الخبر يأتي مفرد ويأتي جملة ويأتي شبه جملة فكذلك المفعول به الثاني يأتي مفرد وجملة وشبه جملة أما الجملة الثانية جعل المعلم المعلم هنا اسم جعل وجعل فعل شروع وهو فعل جامد يعني لا يأتي إلا بصيغة الماضي أما هنا يأتي بالماضي والمضارع والأمر وجملة يحبب في محل نصب خبر جعله إني لأعمل للسلام ولغرس أزهار الوئام ما نوع خبر إنه هنا الخبر جملة فعلية لأن هذه اللام هي اللام التوكيد المزحلقة التي تدخل على أحد معمولي إنه اسمها أو خبرها وأعمل فعل مضارع مرفوع لأنه غير مسبوق بناصب ولا جزم وعلامة رفعه الضم الظاهرة أما كلمة أزهار فيخطئ كثير من الطلاب ويعربونها مفعول به بالمعنى ولغرس أزهار يقول لك هنغرس إيه هنغرس أزهار يبقى أزهار مفعول به لأزهار هنا مضاف إليه لأن غرس ليست فعل وإنما مصدر وبالتالي أزهار مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة وهي من إضافة المصدر إلى مفعوله لكن الطالب لا شأن له بمسألة إضافة المصدر إلى مفعوله هي في النهاية مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة ليس المؤمن بكذاب ليس المؤمن بساع في الشر ما إعراب كلمة كذاب وكلمة ساع وما نوع خبر ليس كلمة كذاب خبر ليس منصوب بالفتحة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحلي بحركة حرف الجر الزائد أو الإعراب المختصر خبر ليس مجرور لفظا منصوب محلا ونفس الكلام في كلمة ساع إلا أن الاختلاف الوحيد أن ساع مجرور لفظا بعلامة مقدرة على الياء المحذوفة أما نوع الخبر في الجملتين فهو مفرد وليس شبه جملة لأن الباء هنا حرف جر زائد وفيهما فكرة أخرى ماذا لو حذفنا الباء الزائد في الجملتين تصبح ليس المؤمن كذابا فكذابا خبر ليس منصوب علامة أصبه الفتحة يصبح منصوب لفظا ومحلا أما في ساعيا فنفس الكلام ولكن مع ملاحظة إعادة الياء لأن الإسم المنقوص لا تحذى فياءه في حالة النصب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر